موسيقى 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 الاعتصام طبعا احنا بنعتبر ان احنا بدأنا بيه متأخر كنا مفهود نعمل منفطة اطول من قبل كده بكتير لان فيه عدد كبير او من الزملاء اعضاء في النقابة عندنا انا يمارسوا لعمل الصحافة وبعضهم مش اعضاء في النقابة ولكن احنا بالنسبة لنا نظرة نظرة واحدة لانه يمارسوا عمل صحفي ميداني بيغطوا مظاهرات واحداث عشان توصل للرأي العام بصورة محايدة وليست صورة حكومية فيه زميل مصور زيك اسمه احمد ابراهيم زيادة هذا الزميل هو بيعمل في شبكة يقين وكعمل صحفي قام بتغطية احداث جامعة واظهر السنة اللي فاتت وتم اعتقاله ولم توجه له تهمة محددة طوال هذا العام والان يتم محاكمته بصفة ارهابية هذه اول مرة تحدث في تاريخ الصحافة المصرية ان يقبض على صحفي ويحاكم كارهاب العنظمة السابقة دفعت سمنا لانتهك الحريات دفعت سمنا لاتهاضي الصحفيين وأنا ارى ان انا اعمام نظام يؤسس بنفس الفكرة من جديد الرسالة الآن ان جماعات الغضب الصغيرة التي خرجت ضد المبارك والتي بدأت ضد مرسي واستمرار الغباء في التعامل مع المطالبات بحرياء اوسع واستمرار الغباء في التعامل ومحاولات الانقلاب على مطالب الناس خرجوا للشارع هي التي جدعت هذه الأطظمة تدفع السمن انا اظن ان النظر العدد الصغير انت بتكلمه عليه ده هكذا بدأت كثير من التحركات بأعداد مثل هذه يعني عرفة كل التحركات سواء عيام مبارك من خلال مجموعات صغيرة في تفايا اللي هي بدأت 300 او 400 واحد على مستوى كبير جدا ثم تطورت حتى لصلنا ل 2011 او من خلال او في مواجهة نظام مرسي والتي بدأت برضا قطاعات صغيرة وربما بدأت بحركات بحاملات توقيع ضد النظام انتهت الاسقاط ونحن امام بناء سياسة امنية غبية نحن امام انتهاك واضح لحوق الصحفيين نحن امام زملاء يدفعون السمن اكثر من مرة نتيجة اوضاع سواء نتيجة اوضاع نقابية سيئة او نتيجة قوانين نقابية سيئة حرمتهم من ان يكون لهم مدنة نقابية ثم يدفعون السمن مرة اخرى لنفس السبب في تقديمهم في جرائم لغم ان كل ادواتهم كانت كاميرا او قلم لنخل الحقيقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة